السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لتزال قضية الناخب الوطني السابق جمال بالماضي تراوح مكانها في بيت الاتحاد الجزائري لكرة القدم ورغم أن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم برئاسة وليد صادي أكد نهاية قصة بالماضي مع المنتخب الجزائري إلا أنه ليس هناك شيء رسمي يؤكد رحيل بالماضي عن العارضة الفنية للمنتخب الجزائري وكشفت مصادر موثوقة بأن الناخب الوطني جمال بالماضي لم تصله لحد الساعة ورقة الإقالة من منصبه ويواصل جمال بالماضي مسلسل الصمت وعدم الإدلاء بأي تصريح إزاء وضعيته مع المنتخب الجزائري خاصة وأنه لم يتفوه بأي كلمة بخصوص مستقبله مع الخضر سواء في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مواجهة موريتانيا أو بعد وصوله إلى الجزائر وذكرت بعض المصادر المقربة بأن بالماضي لن ينسحب بكل سهولة من هذا المشهد وإن بالماضي لم يستسغي خرجة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي مباشرة بعد مغادرة مدينة بواك الإفوارية عندما نشر تدوينة عبر منصة إكس مفادها نهاية مشوار بالماضي مع المنتخب الجزائري وكان بالماضي يمني النفس ببقائه على رأس العارضة الفنية للمنتخب الجزائري ومواصلة مغامرته مع الخضر من أجل قيادته لنهائيات كأس العالم الفين وستة وعشرون وهو أبرز دافع لتشبثه بمنصبه على رأس العارضة الفنية للخضر لحد الآن اشتركوا في القناة